السلام عليكم القادية دينا اليوم من لبنان وبالضبط من بلدية ناصرة واللي وقعت عام 2022 4 مارس السلم مختار راجل مطلق طالقة ديناه الاسم ديناه ابتسام وعنده ثلاثة ديناه لبنات مانال وريمع وثالث هذك النهار كان المختار مش يشوف بنياته لان العلاقة بينه وبين طالقته ابتسام كانت مزيانة وهو دي ما كان كيمشي عندهم البطار باش كي يطمأن عليهم فاش وصل المختار للبطار ديال الطالقة دياله لقى البطار خاوية وما كان فيها حتى شي واحد المختار قال مع راسو ربما خرجو يشريو شي حاجة وقا كيتسنهم حتى يرجو لكن المدة طوالت بزاف ومرجوش حاول المختار يتعاصل بالمرأسو السابقة اي ابتسام ولا واحدة من بناته ولكن لقى ان التليفونات ديالهم كلهم مختامينش هاتشي خلاه يشك بزاف مشا المختار البوليس باش يبلغ على الاختفاء ديال مراتو وبناتو تلاتة البوليس خدمو بجدية وبدو كي يبحثو على ابتسام وبناثع يعني فين مشاو هاد البناتو لأم ديالهم واش البوليس غادي يلقو لين الحل ديال هاد الاختفاء واش غادي قدرو يوصلو لهم هاتشي كله غادي نعرفوه في تفاصيل هاد القضية اللي غريبة بزاف مشا فارق من المحققين مع المختار الدار ديال مراتو السابقة وبدو كي قلبو فالبلاصة باش يلقاو شي دليل يوريهم المكان ديال الام مختفية وابنتها تلاتة لقاو الباسبورات ديالهم كينين والمجوهارات والفلوس يعني مكانوش مكانش فكرة الهرب يأنو مكانوش هاربين يعني الباسبورات ديالهم كينين الفلوس كيلو أنهم كانوا بقوا يخرجو ولبقوا يهربو أي يزول فلوس أي يزول مجوارات ما غدش يخليوا حويجهم ومن بعد مشوا المحققين كي يسولوا الجيران واحد الجارة قالت لهم أنه شافت بتي سامو بناتها خرجوا مع واحد الشاب اللي اسميته حسين فياد ويطلعوا معاه في الطموبيل كان حسين معروف تماما شوية في القرية والجيران قالوا المحققين أنه كان على علاقة بريمة وكان غادي يجوج بيها الشاهدة اللي شافت بتي سامو بناتها طلعوا في الطموبيل كانت مرة كبيرة وما كانت متأكدة واش هاديك طموبيل حسين ولا شي وحدة أخرى مشى بالها ولكن هاد الخيط كان كافي باش يعتقلوا حسين ويحقوا معاه حسين نكر أنه شاف بتي سامو بناتها في ذاك النهار وقال أنه كان في الدار دياله والعائلة دياله تقدر تأكد هاد الشي حسين شكك في الشهادة ديالديك المرأة العجوز وقال أنها عيكة خربق وأنه بزاف ديالناس عندهم طموبيلات بحال النوع دياله في القرية واعترف حسين بالعلاقة دياله بريمة ولكن قال أنها سالات من زمان وما بقوش متفاهمين هنا المحققين محما بقوش وحدة للكافي باش يبقوش ديال حسين واختلقوه بقات الأمور كما هي لمدة أيام وما تحركتش سلطة اللبنانية بزاف هاد القضية حيث المدائية العامة اللي كانت قابطة القضية كانت وقتانع أن ابتي سامو بناتها هربو بسبب مشاكل عائلية وهاد الشائعة تصربت من المكسب اللي ديال العامل القاروين وبدوا الناس كيهضروا أن ابتي سام هربات باش تزوج بشيراج الواحد آخر هاد الشي اللي خل المختار يتعصب ومشال وزارة العدل وطلب يبدلوا المدائية العامة اللي شدى القضية دياله وعاود طلب منهم باش يعاودوا يحقوه مع حسين فياد كمشتبه به ولكن ما قدرش يحق تاشي تقدم وده ست عشرين يوم على الاختفاء ديال ابتي سامو بناتها ونضت حسين فياد تاصل مع المختار وقال ليه رهجت واحد الرسالة من رقم سوري مجهول كتقول أن ابتي سامو بناتها خرجوا من البلاد بشكل غير شرعي لسوريا وقالت الرسالة أن واحد الخاطف اختف لبنات الثلاثة وكيسول على فيديا ديال خمسالاف دولار باش يطلق صراحهم وافق المختار على دفع الفيديا وجمع الفلوس وعطاها الحسين باش يتفعل فيديا مشا حسين بسيارته ما واحد صاحبه باش يتفعل ديك الفيديا ولكن من بعد أيام غبر ليه الآثار وما بقاش كيرض على التليفون وما قدرش المختار يتصل بحسين ولا حتى عائلته اللي قالوا لي أنهم حتى هما ما قدرش يتصلوا به وأن التليفون دياله خارج نطاق الخدمة من بعد عائلته حسين تصلت بالمختار وقالوا لي أن حسين سيفط ليهم واحد الرسالة وقال فيها أنه اختط فول عصابة وصرقوا منه الفلوس ولكن هرب منهم بواحد صعوبة ودبرها رجع للقرية فاسمع المختار بأن الحسين رجع للقرية وفقد الفلوس بدك يشك أنه تعرض لعملية نصب قاك يشك فهذا حسين فيض بزاف جمع المختار كل هذه المعلومات ومشيل البوليس من جديد وجه التهام صريح للحسين فيض بأنه عنده علاقة في اختفاء مراته وابنته ثلاثة عاودوا اعتقله وهذا المرة ضغطوا عليه بالزاف حتى اعترف بالجري ما لباشي عادي ياله قال حسين للمحققين أنه كان على علاقة بريمة وكان كيبغيها بالزاف ولكن فجأة وبدون سبب قات له ريمة غاديت تنفاصل عليه وما بقاتش بغا ترجع عليه هاتشي خلاه يشك أنه تعرفت على شي واحد خر وفي ديك اللحظة بدأ حسين كي يدبر على شي طريقة باش ينتقم منها ومن عائلتها تعاون حسين مع صاحبه حسن الغناش باش يديروا خطة محكمة باش يقضيوا على ريمة وخوتها ومها ويقتلوهم واتش يحد ما يجيب لهم الخبار ويغبرهم نهائيا نهار الثالث من مارس في داك العام أي نهار قبل اختفاء ديالهم مش حسين أن تضار بتسام وطلب منها تحاول تقناء ريمة ترجع عليه ووعدها أنه غادي يجي يخطبها وباش يعبر على حسن نية دياله عرض على بتسام وبناتها للغدف وحد المطعم اللي مشهور تم خارج القرية في اليوم نهار من بعد أي نهار 4 مارس قبلت بتسام الدعوة دياله ووعدها حسين أنه غادي يجي يخدهم بطنوبيل دياله ما كانش المسكين عارفة أنه هذا النهار حسين كان كيد بطل لهم الشر لها هي وبناتها ومن بعد اللقاء مش حسين المغارة مهجورة قريبة من بلدة الناصرة وحفر ربعة ديال القبور مسائدة حسن باش يدفن فيها الجسد وفي اليوم الآخر جا حسين الدار ديال البتسام في الموعد كما قال لها كما وعدها ومن بعد طلعوا معاه في الطنوبيل دياله وقال لهم غادي ندوزكم على واحد المغارة تاريخية ركينا في الطريق وقترح لهم باش يوقفوا ويزوروها وهم ابغوا لأن كيتيقوا فيه وقف حسين عند المغارة ونزلت بتسام وبناتها هنا بدأ حسين كيشرح لهم تاريخ المكان لليك المغارة هكا باش يقدروا يتقوا فيه أكتر ولكن هورا كانت عندون خبيثة وفاش طمع انهم دفعهم واحد الساعة ويشدهم ويدفعهم وطاحوا في ديال الحفرة اللي حفرة لهم هو حسن وكان حسن كينتم في الداخل كيترقبهم في المغارة وغير طاحوا بدأ كيضرب فيهم بالرصاص وقتلهم كاملين يعني كان موجد السلاح يردفعهم حسين طاحوا في ديال الحفرة كان حسن تم كين التحت وقتلهم ومن بعد نقلوا الجوتات للقبور ديال الحفرات اللي حفرهم حسين حيتحفر اليوم ربعات ديال الحفرات ودفنهم تم ومن بعد ما سالوا مشور البحر وتخلصوا من السلاح وقال اذك شي ديال الجريم اللي يستعملوا ما بقت عندهم بتحاجك كل شي لحو في البحر وبهذا الاعترافات صدر امر باعتقال حسن الغناش ولكن كان فلت من البلاد هرب لسوريا ولكن السلطات اللبنانية بمساعدة السلطات السورية قدرت تعتاقلوا وترجعوا للبنان باش يتحاكم هو حسين بادم ما اعترفوا بهذا الجريمة الباشي عادية لهم السلطات اللبنانية كانت خايفة من ان المختار يتأثر من عائلة حسين ولكن المختار قال انه بغي غير الحكم العادل اائلة حسين حتى هما تبرقوا منه وطالبوا بالاعدام ديال ولدهم وفي يوليو الفين واثنين وعشرين تم ادانة حسين وحسان بتهمة القتل العمد مع سبق اصرار والتحكم اليوم بالاعدام وهنا غادي تكون قضية اليوم سهلات وقولوا لي انتم ما اشنوا الرأي ديالكم فهذا القضية وما تنسوش اللايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد واخليسكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله